السلام عليكم أهلين بالشباب تدريس القرآن في المدارس هو الحل فيه علاقة قوية جدا نسيت أنا أتكلم فيها في فيديو مبارح ما بين أبي أحمد بتاع أسيوبيا وسد النهضة وما بين الأحداث اللي بتحصل ما بين روسيا وأوكرانيا كمن أحداث كتير فنسيت أقول النقطة دي أهم حاجة بتحصل حاليا بسبب أحداث روسيا وأوكرانيا حتى من غير ما يكون في حرب هو ارتفاع سعر البترول طب ارتفاع سعر البترول ده إيه تأثيره على أبي أحمد وعلى سد النهضة ما تنسوش أن السلاح اللي بياخده أبي أحمد بيجي من بيدفع تمنه السعودية والإمارات فاهمين قصدي الأسلحة الجيش الأسيوبي كله تسليح الجيش الأسيوبي كله علشان يحارب التجراي وعلشان بعد كده يحارب السودان السلاح ده كله بييجي من الإمارات بيجي من تركيا بيجي من أمريكا للإمارات أو من روسيا للإمارات وبعدين من الإمارات لأسيوبيا اللي بيدفع تمنه هي الإمارات والسعودية طب الإمارات والسعودية هتجيب فلوس السلاح ده منين لازم من ارتفاع أسعار البترول فلازم سعر البترول يرتفع علشان الفرق في الارتفاع هو اللي يغطي تمن السلاح اللي بيروح للأبي أحمد فهمته؟ فشيء طبيعي إن لازم البترول يرتفع يعني حتى من المتوقع إن البترول يوصل 110 ليه؟ لأن أبي أحمد محتاج سلاح كتير لسه لازم يعلن حرب الشاملة على التجراي لسه لسه التجراي لازم حرب شاملة على التجراي الحرب دي محتاجة سلاح وبعدين لازم تاني هيحارب السودان وحارب السودان محتاجة سلاح أكتر فهمته؟ فلازم سعر البترول يرتفع أكتر وأكتر علشان السعودية والإمارات يكون عندهم فلوس كافية يشتروا السلاح إيه اللي هيدوه لأسيوبيا؟ فهمتوها؟ يعني النقطة دي أنا ما تكلمتش فيها نسيت بصراحة عشان كده حبيت أعملها الفيديو ده ولو الناس لحد النهار ده ما هياش فهمة اللي بيحصل إن الإمارات بتساعد مصر مش ضد مصر يبقوا دول ما عرفش أنا هيفهمه إمتى يعني الحاجة التانية بالمناسبة برضو أحب أقولها زي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده اللي اسمه إبراهيم الشرقاوي ده ما عرفش إيه حكايته وإصراره الشديد على تعب أعصاب المصريين الولد ده متعمد يتعب أعصاب الشعب المصري عمدا مع سبك الإصرار ما فيش فيديو من فيديوهاته اللي ويقول حيكون في ملء ثالث 12 مليار 18 مليار 20 مليار هيعلن الممار الوسطاني لـ 695 لـ 595 لـ 615 يعني عنده حالة يعني عنده حالة تعمد أنه يعصب الشعب المصري هل هو متخلف ومش عارف أن الممار الوسطاني ده مش هيرتفع؟ معرفش يعني لكن أنا قلت له قبل كده وتحديته قبل كده جنيه من عنده ومية من عندي أن الممار الوسطاني ده مش هيرتفع ولو علشان التحدي لو أبي أحمد اضطر يرفعه وكلمة لو دي بقولها ليه؟ لأن السيناريو بتاع صد نهده مكتوب يعني أنا شخصيا عنده نسخة منه ولكن في أحداث بتبقى ما إحنا مش في إدينا مش كل اللي إحنا كاتبينه بيمشي بالزبط زي ما إحنا عايزين أحيانا بتحصل حاجات مش متوقعة فلازم يكون في تغيير قليل يعني اللي أنا أصدومي بالكلام ده إن يمكن أنا بقول نسبة حدوث ده واحد في المية يعرفين يعني واحد في المية يمكن أبي أحمد يضطر يرفع الممار الوسطاني اتنين متر يمكن هيحط فيهم كم؟ أقل من مليار متر ماي مش هزيد عن كده ده لو وبقول النسبة دي واحد في المية لكن تسعة وتسعين في المية الممر الوسطاني ده مش مش هينشف أصلاً يعني أو محتمل يعني مثلاً يعود ينشف فيه شهر محتمل يعود ينشف فيه شهر وبعد كده قبل ما يبدأ يرفع فيه يجي يقولك علشان أعطي فرصة للمفاوضات علشان أظهر حسن النية أنا مش هعمل ملء ثلاثة السنة دي فهمتوها؟ يعني لازم حيطلح بحجة وغالباً هتكون عايز يكون بقى أنه هو الراجل اللي بمزاجه يملأ أو ما يملأش وعلشان بقى راجل نيوته طيبة ويثبت أن أسيوبيا دي كويسة وبنت حلال وأنهم عايزين سلم حيعطوا مش هيملوا الملء الثالث ويعطوا فرصة للمفاوضات بمصر والسودان ده اللي ممكن يحصل لكن ممر وسطان يرتفع وملء ثالث وكلام فاضي مش هيحصل ومهما تسمعوا للولد اللي اسمه مبراهيم الشرقاوي ده ما تحطوهش في دماغه أو اسمعوا كلامه ما تسمعولوش أصلا بلاش تسمعولو أصلا لأنه أخواني والهدف منه يتعب أعصاب المصريين وأنا بقالي أربعة شهر ستة شهر بحاول أفهم الناس فيه ناس بتفهم لكن فيه ناس برضو الآن يعني كلها أسبوعين ثلاثة وتباني الحقيقة كلها أسبوعين ثلاثة وتباني الحقيقة لأنه لو ما بدأش ينشى في الممر الوسطاني في خلال أسبوعين يبقى خلاص يبقى النتيجة بانت فما تقلقوش يعني أنا بقول الشعب مصري ما تقلقوش سكم في القيادة السياسية بتاعكم بلاش تسكم فيه سكم في السيسي سكم في القيادة السياسية خلاص أسبوع على خير جاء لي مجموعة من الأسئلة منهم نفس السؤال اللي أنا جاوبته أكثر من مرة بقول للناس الجداد يا ناس أرجوكوا شوفوا الفيديوهات الأديمة علشان ما حبش أجاوب السؤال نفس السؤال أكثر من مرة شوفوا الفيديوهات الأديمة أي واحد مشترك جديد أرجوكم ارجعوا شوفوا الفيديوهات الأديمة يعني واحد برضو سأل نفس السؤال اللي أنا جاوبته عليه قبل كده لماذا قلت بوتين ليس يقتحم أوكرانيا ودلوقتي بقول بوتين ليقتحم أوكرانيا؟ يا جماعة، لم أقلت بوتين ليقتحم أوكرانيا عمري لم أقلت بوتين ليقتحم أوكرانيا قلت بكل ده مجرد فيلم لتخويف الصين ولكن في نفس الوقت بوتين له طلبات مش كتير أنا قلت الطلبات بتاعته عايز تأكيدات أن لما أوكرانيا تخش نيتو نيتو مش هيطالب بعودة شبق غزيرة كريميا اللي بتقولوا عليها الكرم والعربي عايز حكمي ذاتي لأقليم دونباس علشان برضو لما أوكرانيا تخش نيتو يقوم أقليم دونباس ينضم لروسيا يعني هو بوتين عايز يأسأس في أوكرانيا حتة حتة كده يقول لها طلب أنت رايحها لأوروبا يبقى ناخد حتة منك فهو ده اللي بوتين هيعمله هو فعلا الرئيس الأوكراني ما بيفهمش في السياسة كويس ومخونا يشوفه مش هيوافع على أي حاجة من دي علشان كده تلاقي أن تحس بالتصعيد يعني أول تصعيد كان أن فيه كبري اتبنى لعبور الدبابات ده برضو تصعيد ولكن الظهر أن الكبري ده ما جابش نتيجة مع الرئيس الأوكراني لأنه فاهم كويس أن بوتين مش هيعمل حاجة ففي دصعيد تاني تلاحظ أن روسيا عملت تسريب لمخطط غزوة أوكرانية كل الكلام ده مش هيدخل دماغ الرئيس الأوكراني أنا بتوقع أن الرئيس الأوكراني مخ واسخ وهيفضل متمسك برأيه أنه مش هيعطي أي تنازلات وبالطريقة دي يبقى غزبا عن بوتين وغزبا عن جو بايدن أنه لازم تحصل ضربة عسكرية لأوكرانيا لأنه ما ينفعش أبدا أن الرئيس جديد زي أوكرانيا يطلع بوتين حمار ويطلع بايدن حمار ما ينفعش فعلشان كده غزبا عن بوتين مش عايز يضرب ولكن الرئيس اضطروا يضرب لأن الرئيس الأوكراني طلع جاهل ما بيعرفش يلعب شطرانج أنا قلت قبل كده لما بتلعب شطرانج مع الرئيس بتاعك لازم تنهزم حتى لو أنت أكثر منه حتى لو أنت أشتر منه لازم تنهزم له فهمت فإنه لا هيحصل اللي أنا بتوقعه أن هيحصل ضربة جوية ولكن هيكون ضربة جوية قوية وفي نفس الوقت هيحصل زحف بالدبابات وهتقف على الحدود الأوكرانية مش هتخش وسب الزحف بالدبابات ده يبان للرئيس الأوكراني أن فعلاً بوتين هيزحف وهيخش أوكرانيا وهنا بقى هتلاقي أوروبا وأمريكا وقفت على حيلها والسلاح النووي الأمريكي تحرك والسلاح النووي الأوروبا تحرك والعالم على شافة حرب النووية وكله ده فيلم مفيش من ذلك كلام ده أي حقيقة ده فيلم مرسوم ما بين أوروبا ما بين أوروبا وأمريكا وبوتين وسلاح النووي هيتحرك بحيث ان بوتين مش مايدخلش بالدبابات وهنا اقول لك وقف اطلاق النار ونعمل محادثات مرة تانية فهمين معايا؟ يعني اراهنكم اراهنكم هتبص تلاقي السلاح النو وتحرك في امريكا وفي روسيا اصلا روسيا بتلوح قريدي بسلاح النو هتبص تلاقي تلويحات بسلاح النو بحيث ان العالم يحس والصين بالذات تحس ان الموضوع جاد ده مش تهريك واكيد الصين هتنضمن روسيا هي كمانو هتشجع روسيا المهم اول ما هتلاقي فيه تلويح بسلاح نووي هتبص تلاقي مجلس الامن عقد وقف اطلاق النار ونعمل جولة تانية من المفاوضات والجولة التانية من المفاوضات الرئيس الاوكراني اغزبا عنه هيتنازل لطلبات بوتين ليه لان بوتين ساعدته هيقول هيطالب بعزل الرئيس الاوكراني هيقول انا مش عايز الرئيس دي يكون موجود فهيكون فيه ضغط جديد على الرئيس الاوكراني فغزبا عنه هيتنازل ويعطي بوتين اللي هو عاوزه وهيكون غزبا عنه قدام شعبه ليه لان بلده بتضمر ليه لانه هيلقي ان اوكرانيا هتضمر فيقولك لا اما اعطي حكم ذاتي لقليمتون باس بدل ما اضمر اوكرانيا ده اللي انا بتوقعه الكلام اللي انا بقوله ده ما هياش معلومات دي اجتهادات مني يعني انا ما يكون معلومة بقول معلومة ما يكون اجتهاد بقول اجتهاد خلت بالكم على فكر قبل ما انسى الضربة الجوية اللي هتحصل لأوكرانيا امريكا واوروبا هتعمل عقوبات على روسيا ولكن العقوبات مش هيكون من ضمنها استخدام السلاح اللي هو بيسموه سوفت يعني سوفت يعني ايه النظام بنكي عالمي يعني روسيا يعني يعني معناها خن البنوك الروسية يعني لا روسيا تقدر تخرج دولار برا ولا دولار جوة خن للاكتصاد الروسي السلاح ده ما يقدرش امريكا ما تقدرش تستخدمه ليه لان معنى كده انه هيمنع الغاز عن اوروبا لان هيدوكو غاز ازاي ومن غير ما ياخد فلوس دي حاجة الحاجة التانية امريكا ما تقدرش تستخدمه لان معنى كده انك بتخنق روسيا لدرجة الموت ولما تيجي دولة تتخنق لدرجة الموت حاجة من الاتنين يتستخدم السلاح النووي تبقى حربة عالمية يأما تروح تترمي في حضن الصين ولا روسيا عايزة تترمي في حضن الصين ولا امريكا عايزة روسيا تترمي في حضن الصين فامريكا هتعاقب روسيا ولكن مش لدرجة انك تقتلها فهمتو قصدي لكن سلاح السوف ده هيستخدم ضد الصين لما تيجي تحتالي تايوان جالي سؤال من الاستاذ عيسى شاهين بيقول ليه ليه امريكا حلوة اللي يمدي مع مصر قلتلي استاذ عيسى الوضع مختلف دلوقتي امريكا دلوقتي ما بقى املهاش عدوة واحد غر الصين ركزت تركيز كل ع الصين امريكا بقت حلوة مع مصر بقت حلوة مع كل دول الخليج بقت حلوة مع روسيا لدرجة ان دول الخليج بتشتري اسلاح من روسيا لأول مرة اللي ما يعرفوش اصحاب القنوات يقولك ان دول الخليج متخدقة مع امريكا معدادش بتسمع لامريكا عشان كده ثابت امريكا واتجهت لروسيا ما يعرفوش ان دول الخليج بتشتري من روسيا بناء على تعليمات من امريكا وقوامر من امريكا المشكلة في ناس اصحاب القنوات عاوزين عاوزين انتصار حتى ولو بالزائف واخد بالك يعني يعني مثلا لما السعودية ما تهتمش بامريكا وتنتجه لروسيا والصين هل معنى كده ان السعودية انتصرت على امريكا العلاقات ما بين امريكا ودول الخليج علاقة قوية جدا علاقة قوية جدا بدليل بدليل ان الامارات والسعودية هم اللي بيدفعوا ثمن السلاح اللي رايح لابي احمد عشان موضوع صد النهضة يا جماعة السياسة متشابكة لدرجة صعب جدا ان عامة الشارع يفهمها الشيء اللي انا باستغرب له ازاي اصحاب القنوات اللي المفروض انهم بيفهموا في السياسة ما هم ماش فهمين دي حاجة انا باستغرب ليها بقى لي ستة شهور بحاول افهمهم ولكن مصرين ما يفهموش مصرين ما عرفش اعمل لهم ايه دول المهم العلاقات اتحسنت لان الوضع اختلف العالم اتغير دلوقتي امريكا محتاجة مصر ليه محتاجة مصر علشان موضوع صد النهضة امريكا محتاجة مصر علشان مصر وابي احمد بعد ما يدمر بعد تدمير اسيوبيا هيتفضل اديس ابابا اللي هيحكمها ابي احمد هيبقى مصر وابي احمد او مصر و اديس ابابا هيعملوا قواعد عسكرية في بني شانكول وبرضه هيعملوا قاعدة عسكرية حصلت خلاص في جيبوتي والقاعدتين دول هيتحكمهم وقاعدة منهم هتتتحكم في القرن الافريكو كله اللي هي موجودة في بني شانكول والقاعدة التانية اللي في جيبوتي هتتحكم في تأمين البحر الاحمر وتأمين باب المندب وده عشان كده امريكا محتاجة مصر وامريكا محتاجة ابي احمد عشان كده امريكا مع ابي احمد وعلشان كده يعني عمرك ما هتلاقي مثلا اسرائيل تعمل قناة تانية في قناة السويس مضادة لقناة السويس عمرها ما هتحصل عمرها ما هتحصل يعني لو سمعت في يوم من الايام واحد يقولك اسرائيل بتفكر تعمل قناة مضادة لقناة السويس ده احمارة وفهمش حاجة في السياسة عمرها ما هتحصل فاهمين عمرها ما هتحصل ليه؟ لان مصر هي اللي بتأمن باب المندب فازاي تعمل قناة مضادة لقناة السويس ومصر هي اللي حيحامل باب المندب بالعقل يعني فامريكا محتاجة مصر ومحتاجها مصر للعشرين سنة اللي جايين ما اللي انتو فاكرين مصر بتكبر ليه لان مصر هتحل محل الصين مصر هتعمل فيها مدينة صناعية علشان تحل محل الصين هتصنع كل اللي هيحتاجه دول الخليج كل اللي هيحتاجه القرن الأفريكي وكل اللي هتحتاجها أوروبا مصر هتبقى مكان تصنيع عالمي مصر هتحل محل الصين خاصة بعد علشان بعد ما الصين تحتل تايوان وأمريكا عارفة ان الصين هتحتل تايوان فساعتها تكون مصر جاهزة تحل محل الصين بعد ما أمريكا والعالم كل يخنق تايوان ويطبق عليها نظام السوفت العالمي وما فيش أي علاقات للصين خارج الصين يعني لا هتبيعي ولا هتشتري هتفضلي انت يا صين مع نفسك الناس اللي بتشتري بضيع من الصين تعمل ايه مصر هي البديل هيبدأوا يشتريوا من مصر عشان كده لقيت السيسي عمل مصر بنية تحتية طرق في كل مكان الناس مش متخيلة طرق دي ليه علشان بنية تحتية علشان هيكون في مدينة صناعية بتصدر للعالم كله فلازم يكون في بنية تحتية لازم يكون في طرق لازم يكون في خط خط سريع اللي هو مجرى نهر النيل هيبقى ممر ملاحي خط سكة حديد جنب منه خط سريع جنب منه كل ده يعني امريكا واوروبا غصبا عنهم قرروا ان مصر تكبر وبطلوا يحاربوها بالاخوان لانهم محتاجينها فهم حاسبت امريكا حاسبتها هنفضل نحارب مصر ونسيب الصين تكبر ولا نرفع ايدينا عن مصر ونحارب الصين كلنا فهو ده اللي حصل امريكا حاسة انها بتحارب في مصر والصين بتكبر وامريكا بتتضمر فهمتو فامريكا قالت لا نرفع ايدينا عن مصر ونتجه كلنا للصين وجد ايدينا جاهل مصلحة مصر يعني ملك ربنا هو اللي حامل مصر طيب الاستاذ محمد الفيومي الامير بيقول لي ان السودانيين شعب طيب ولاش اكون قاسي عليهم يا استاذ محمد والله العظيم انا بحب السودانيين جدا طول عمري في امريكا 35 سنة كنت بعتبر السودانيين دول اخوات اخواتنا كنت بعتبر السودان ومصر دولة واحدة عمري ما تخيلت ان فيه كم الحقد والقر والجهل اللي موجود في السودان ناحية المصريين انا لما حصل موضوع صد النهضة وشفت قد ايه السودانيين بيكرهوا مصر انا استغربت والله استغربت انا كنت متوقع ان شعب السودان هو مصر شعب واحد احنا اخوات احنا كنت دايما بقول المفروض نكون دولة واحدة مصر والسودان دولة واحدة مصر والسودان وجنوب السودان كنت بتمنى ان مصر والسودان وجنوب السودان يرجعوا دولة واحدة زي زمان لكن لما شفت كم القراهية للسودانيين ضد مصر استغربت ايه اللي بيحصل هم الناس دول ما بفهموش اي حاجة علشان كده قلت يعني قعدت انصحهم يا جماعة اللي بتعملوه ده غلط مش فهم اصلحكم لقيت يعني لما بدأت انصح فيهم لقيت ان ما بيفهموش لقيت في كم غريب من الجهل في السودان فهو ده سبب ان انا بقيت اهاجمهم يمكن يفهمو لكن انا اصلا ما بكرهش للسودانيين ده انا خايف عليهم ولما صربت لهم يعني انا قلت للسودانيين ابي احمد هيحتل للسودان هيحصل تأتيل للشباب تأتيل للرجال اقتصاب للستات هل انا ده حاجة انا بتمنها انا بتمنهاش ولكن ده سيناريو مكتوب فانا بقول للسودانيين خلي بالكم ده اللي مكتوب ده اللي هيحصل لكم بحذرهم بقول لهم احترسوا ده اللي امريكا عمله لكم ده اللي امريكا هتعمله لكم بحذرهم علشان يفوقوا ويعرفوا اهل العالم كاتبوا ليهم فبدل ما بياخدوا كلامي كتحذير ويحاولوا يتغيروا علشان المكتوب يتغير بيهاجموني انا وبيفتكروني ان انا بتمنهم حاجات وحشة انا بتمناش ده انا بقول لكم حاجات مكتوبة مكتوبة يعني لولا لولا خايف ان اتحاكم كنت اردتكم اوراق مكتوبة وممضية بس مش بيدي اه في قضية امن قوم مصر بقى هنا دلوقتي فيها جات لي رسالة من الاستاذ فاهمي شتاوي الاستاذ فاهمي شتاوي بيقول ان السيادين في بحيرة المنزلة بيستادوا بالقهربة لو الكلام ده حقيقي في دي جريمة جريمة قومية يعني ايه سياد في بحيرة المنزلة يستاد بالقهربة معنى كده انك بتقتل الصروة السمكية بتضمر الصروة السمكية انا قلت يعني يا جماعة لو اي حد عنده فيديو في بحيرة المنزلة او في اي مكان في مصر اي مجموعة من السيادين او اي سياد بيستاد بالقهربة ابعتوا لي الفيديو انا هنشره ويبقى بلاغ للنائب العام لان دي جريمة في حق مصر دي جريمة قومية دي جريمة امن دولة فاهمته فانا بقول لو في اي حد عنده فيديوهات لا اي حد للصيادين في بحيرة المنزلة او غيره بيستاد بالقهربة ابعتوا لي الفيديوهات وانا انشرها دي جريمة لازم كلنا انحاربها طيب في خبر كلنا سمعناه ان السلطات في مصر نوية ترفع سعر رغيف الخبز انا شخصيا مع شيل الدعم تماما عن رغيف الخبز وعن كل حاجة كل حاجة عن مصر ارفع عنها الدعم ولكن اللي انا عرفته مؤخرا ان فيه طبقة في مصر بيكلوا من الزبالة اظن نعيب قوي في حق شعب مصر ان يكون فيه ناس في مصر بتاكل من الزبالة انا جات اللي يصور والله خلتني ابكي اطفال مصريين بيكلوا من الزبالة اظن نعيب قوي ان في مصر يكون فيها اطفال بتاكل من الزبالة فعشان كده بقول للحكومة عايزين ترفعوا الدعم انا بقول ارفعوا الدعم لكن لازم يكون فيه نظام تعرفهم الناس الغلابة دول عايشين فين ولازم الناس الغلابة دول يتعوضهم او يفضلهم في الدعم ماينفعش ابدا ان يكون فيه حد بيكل من الزبالة في مصر ارفع الدعم لكن الفقرة لازم بيكلوا كويس ماينفعش ماينفعش يكون فيه حد جعان في مصر وانا قلت وانا قلت قبل كده افضل طريقة لمعرفة الناس الغلابة دول موجودين فين في مصر هو تطبيق النظام المغربي زابط في كل قرية في مصر زابط في كل ناجع زابط في كل حي زابط في كل شارع وزابط من الزباط الثقة اللي ما ياخدوش رشوة لازم الجيش يعين في مئات الالاف من الشباب المصري يخريج الجامعات قاعد ما بيشتغلش وعايز يشتغل الشباب دول لازم يتم تعينهم في الجيش زباط يشغلوهم في الجيش والشباب دول ينتشرهم في كل أنحاء مصر بحيث أن ما فيش شارع أو حي في مصر إلا وفيه زابط عنده صلاحية رئيس الجامهورية يكون عارف كل مواطن عايش فين أي بيت يكون عارف مين اللي الناس اللي في البيت دول وبيشتغلوا ايه ودخلهم ايه وممتلكاتهم ايه يكون عارف كل حاجة عنهم لو حتى البيت زاد فيه طفل جاء فيه واحد زاير يبقى عارف أن فيه واحد زاير جاء في البيت ده والزاير ده أصلا جاي منين وعايش فيه علشان لو الزاير ده ارتكب جريمة في بلده وغي هربان الزابط يبقى عارف أن الزاير ده ارتكب جريمة هربان النظام ده موجود بيتطبق في المغرب عشان كده المغرب أأمن بلد لا تتخيلوها لا تتخيلوا الأمان في المغرب مفيش يعني 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 الدولة عارفة كل حاجة بتحصل في كل بيت أمان دي الطريقة الوحيدة اللي نعرف الناس الغلابة علشان نقدر نساعدهم وفي نفس الوقت هنعرف الناس اللي بتتهرب من الضرايب وفي نفس الوقت هنعرف المجرمين الإرهابيين يعني هتحل هتكون هتحل مشاكل أمن الدولة في مصر ومرتبات الزباط دول مش هتكون على حساب الدولة لأن أصلا هيقدروا يعرفهم الناس اللي بيتهربوا من الضرايب ياخدوا منهم ضرايبهم وهم الزباط هيجيبوا رواتبهم من الضرايب اللي هيجمعوها من الأغنياء اللي بيتهربوا من الضرايب فأصلا يعني الناس رواتبهم مدفوعة بل بالعكس ده هيقدروا يدخلوا رواتبهم وزيادة كمان للدولة معرفش الدولة يعني هل الناس اللي بيسمعوني هل ما بحس أمن الدولة بتسمعش قنواتي دول بيسمعوها فيديو فيديو مفيش حد بلغ المعلومة دي للسيسي عشان يعملها مصر محتاجة زابط في كل مكان ما انتوش عارفين تعملوها ازاي ابعثوا وفد المغرب المغرب هيعرفوك تعملوها ازاي لأن النظام ده متطبق في المغرب بقاله سنين اتمنى ما ينفعش ابدا انك تشيل الدعم عن غير في العيش ويكون في حد طفل او اي حد مصري مش لقياكم انا ضد الموضوع ده شيل الدعم لكن الغلابة لازم تكون عارفهما فين ولازم يدعامهم ولازم رجال الدين يعرفوا العرسان الجداد بطلوا خلفة يعني عايز تجوز تجوز لكن ما تخلفش إلا ما يكون عندك بيت وعندك شغل وتقدر تصرف على ولادك ما ينفعش تخلف وتقول لهم رب صحيح لهم رب بس ربنا قال اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما قالش البنونة والمال قال المال الأول وبعدين البنون يعني ما ينفعش يا جماعة نخلف في مصر وخلاص عايز تجوز تجوز من حق كل واحد انه يجوز لكن ما تخلفش إلا إذا كنت قادر تربي عيالك أتمنى إن الناس بتوع الدين هم اللي اللي يتحملوا المسؤولية دي عشان الشعب بيسمع اللي بتوع الدين ما ينفعش أبدا واحدة تقابل الرئيس سمعت واحدة ستة في الشارع بتقول أنا بكره الرئيس عشان مش لاي أكل ولادي أنا عندي ستة عيال طب خلفت ستة عيال ليه يعني يعني إيه تخلفت وزربت 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 وعايز الرئيس يأكلهم وعايز الرئيس يعلمهم وعايز الرئيس يعالجهم أنت مجنونة والآخر نقول للرئيس غلطان ميه هو الرئيس كان قال لك روح خلفت ستة عيال حاجة غريبة يعني وبعدين تجي تقول أنا عندي ستة عيال وأعرف شقة قضة وصالة طب حد قال لي خلفت ستة عيال وأنت أعرف شقة قضة وصالة يا جماعة ماينفعش الكلام ده ماينفعش هتمنى أني أكون أفدتكم في الفيديو الصغير الحلو ده بالمناسبة في ناس بيجري رسائل اعمل فيديو صغير أنا ما عرفش أعمل فيديو تأدي تلاتة يا جماعة أنا الفيديوهات بتاعتي ما كانش فيها معلومات ذاتة قيمة ما عملهاش لكن عشان أعمل فيديو خمس دقايق وفي معلومة تفهى أنا أكيد هضحك على نفسي يعني أنا بشوف فيديوهات صغيرة ما فيهاش أي معلومات و ما عرفش أصلا فيديوهات تتعمل ليه يعني فيه ناس بيعملوا فيديوهات صغيرة جدا يعني تسمع الفيديو وفيهاش أي معلومة وتلاقي فيه مثلا عشر تلاف مشاهد عشرين ألف مشاهد شافوا ايه ما عرفش معرفش العقلية المصرية جرالها ايه يعني ما عرفش تلاتين سنة بتو حسن مبارك خلوا الناس ما بقوش عارفين الصح من الغلط ما بقوش عارفين الحلو من الوحش وما عرفش مهم ما تنسوش الله السيسي لا الله الوطن السيسي تحية مصر تسبحوا على خير